أكيد النهاردة المنتخب هيوصل بإذن الله الساعة 2 الفجر على خطوط التركية اللي هتوصل في بطار القاهرة بإذن الله كل الناس منتظراهم كل الاحتفالات موجودة نتمنى من كل الناس اللي يعملوا سابفورت بصراحة شديدة عايز أتكلم في حاجة مهمة جدا كلاعب كرة يد سابق وهي موضوع المكافآت وفيه التصريح كتيرا بلاحك تضربت في الأقوال إن المكافآت 1500 جنيه لـ 1500 دولار لكن في الآخر طلعت إن هي التصريح طلع من رئيس الاتحاد المهندس شام ناصر بإن هو المكافآت لللاعبين ألف وخصوص دولار عن طريق الاتحاد المصري الاتحاد المصري ما عندوش موارد كثيرة جدا يقدر يسرف بها على اللاعبين لكن في الآخر طلع بيان من وزارة الشباب ورياضة من الدكتور أشرف صبحي وأكيد نبارك له ونبارك له كل الناس ونقول ألف من بوروك مديليا كبيرة جدا في عصرك وفي وجودك كوزير للشباب ورياضة وقال المكافآت الرسمية 112 ألف جنيه للمنتخب الوطني المصري لكرة اللي قد لنشئين لكن لسه إن شاء الله بإذن الله عارف إن فيه رجال أعمال هيبتدي يدعموا الموقف جدا جدا يتمنى من كل رجال أعمال اللي يبصوا لمنتخب النشئين بصها مختلفة زي ما نبص لكورت القدم زي ما نبص لكل الألعاب عندنا نجوم كثيرة جدا محتاجة دعم المعناوي واعتقد دعم معناوي ده هيتمثل فيه مقابلة سيادة الرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي وأكيد المادي دي حاجة مهمة جدا 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 حاجة مهمة جدا اللي لعبين يحسوا إن هم عملوا حاجة كل لعب راحة البطولة دي ما كانش عارف إن هو هيرجع أو هيرجع بالقيمة اللي هو فيها النهاردة فعلا النجوم كبار النجوم دول اتطلبوا على الأرض الواقع لخارج مصر فيه أندية كبيرة جدا جدا بدأت تتكلم عليهم لكن خلينا نرجع لتصريح مجلس الوزراء لقال فيه توجه مجلس الوزراء بالتهنئة لمنتخب الناشئين لكرة اليد لحصوله على بطولة كأس العالم معربا عن تقدير الحكومة للأداء الرجولي حلو أول أداء الرجولي يعني حاجة محترم أداء رجولي فعلا هم ناشئين لكن أداء رجولي متميز كمان الذي ظهر عليه فريقنا الوطني خلال منافسات هذه البطولة حتى إحراز اللقب وكذا الجهد الكبير والملموس من جانب الجهاز الفني وأكد مجلس الوزراء أن هذا اللقب الكبير يعيد التذكير بإرادة الشباب المصري وطاقته غير المحدودة في إحراز البطولات وتحقيق النجاحات في كافة المجالات بكل عزيمة وإصرار وناشد مجلس الوزراء كل من يمثلون بلدهم في مختلف القطاع بأن يتحلوا دوما بالأداء الرجولي ويبذلوا قصارى جهدهم لرفع اسم مصري في مختلف المحافل الدولية أعتقد دي حاجة مهمة جدا 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 الكلام ده كلام مهم جدا كل الشباب المصري وكل واحد بيعمل حاجة لمصر وبيرفع اسم مصري أحلى لقتا مبارح يريد تجيب هلنا العالم المصري هو بيترفع في مقدونيا هو منتصف الأعلام اللي موجودة بين ألمانيا بعد مباراة النهائية فعلا منتصف العالم بين ألمانيا والدنمارك وكان العالم المصري هو اللي بيرفرف عاليا على أرض مقدونيا تاني مرة ألف مليون مبروك فرحة الشعب المصري معنا